نرحب بحضراتكم مرة تانية وإحنا بنحتفل بثاني أيام عيد الأطحى المبارك في تطوير كبير جدا حصل في الحضائق والمتنزهات بالأناطر الخيرية بتاريك كلنا وإحنا صغيرين كنا بنروح الأناطر الخيرية في العيد تحديدنا خيريا نتابع مع حضراتكم استقبال المواطنين في العيد والخدمات اللي موجودة هناك مع زميلنا أحمد الحسيني مراسل صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا أحمد كل سنة وانت طيب صباح الخير يا جمانة صباح الخير يا أحمد صباح الخير لمشاهدي صباح الخير يا مصر كل سنة وانطيبين النهاردة تاني أيام عيد الأطحى المبارك طبعا زي ما قلت تطوير كبير جدا شهدته حضائق الأناطر الخيرية ممكن أنا زرتها من حوالي سنة سنة فاتت تحديدا في تطوير رائع جدا في الحضائق كل سنة وكل فترة بتتطور وبتقدم خدمات أكتر للمواطنين والجمهور وبالذات طبعا فيه أوقات مناسبات زي عيد الأطحى وأنا جاي في الطريق من القاهرة للأناطر الخيرية يعني شفت كثير من الأسر اللي بتتجه نحو الأناطر الخيرية لقضاء يوم تاني أيام العيد هنا في الأناطر خلانا نتعرف أكتر على تطوير الحضائق من خلال ضفنا اللي مشرفنا المهندس أشرف درويش مدير عام الإدارة العامة لري أناطر الدلتة صباح الخير يا بشمانسو يعني زي حضرتك وكل سنة طيب كلمنا عن الحديقة اللي احنا موجودين فيها هنا في البداية والتطوير اللي شهادته الفترة للفاتة صباح النور عليكم على المشاهدين جميعا وكل سنة والمصريين كلهم بخير احنا هنا في حديقة لقلوية الشرق أحد الحضائق القناطر الخيرية التابعة لوزارة الري يمكن حديقة لقلوية الشرق أكبر الحضائق الموجودة بمساحة حوالي 14 فدان زي ما حدقك قلت في البداية أن أعمال التطوير مستمرة يمكن كل فترة أو كل سنة ووقت ما حدقك حتيجي هتلاقي فيه اختلاف التطوير ما بيقافش في أي حديقة بالعكس تطوير مستمر في كل الحضائق والسيونة والتجديدات بصفة مستمرة بحيث أن الزوار كل يعني يجدوا الجديد باستمرار لو كلمنا عن طبعا الاستعدادات والتجهيزات اللي قمتوا بيها خلال الفترة اللي فاتت لاستقبال عيد الأطحى وطبعا احنا شايفين النهاردة في جمهور ومواطنين بدوا يتوافدوا على الحضيقة منذ فتح الحضيقة النهاردة ويمكن تاني يوم العيد كمان بيبقى فيه عدد أكبر من المواطنين بعد احتفاءهم ومناسبات العالية اللي بيكون في أول أيام العيد هو بالفعل حضرتك يمكن الأعياب بتبقى الاستعدادات فيها مكسفة عن الأيام العادية فترة الاعياب بيبقى الاقبال فيها متزايد وكسيف عن باقي أيام الأسبوع لذلك بفترة قبلها كافية بنعمل على تكسيف أعمال الصيانة ومراجع لكل مرافق الحضيقة خاصة دورات المياه والحمامات ونرفع كفائتها بحيث أنها تكون على أعلى مستوى وجهزة لاستقبال أي أعداد من الزائرين والجمهور اللي عمل على راحتهم لازم المكان يبقى كله نضيف فيه يعني كتيبة عمل إذا حبنا نسمي متواجدة طوال فترة أيام العيد والأجازات الحضائق حضرتك بتبقى فتحة من قبل تمانية صباحا يعني تحديدا تمانية بتبقى مفتوحة لكن احنا متواجدين من الساعة السابعة صباحا الحضائق فتحة من تمانية لاثناشر مساءا فده بيستوجب فريق عمل كبير متواجد طوال أيام الأجازات وطوال اليوم للعمل على نظافة الحضائق وصينتها بصفة مستمر أخيرا نقدم نصيح لجمهور المحافظة على هذا الجمال اللي احنا شايفينه وعدد الحضائق كمان كان في الأنطر عدد الحضائق بحوالي عشر حضائق يصل مساحتها لسبعين فدان طبعا حضائق الأنطر الخارية موزع بين محافظتين محافظة الأليوبية ومحافظة الجيزة احنا هنا في حضائقة الولود الشرق في محافظة الأليوبية عندنا حضائقة النيل على فرع رشيد محافظة الجيزة ويمكن الميزة النسبية لحضائق الرأي بالأنطر الخارية أن هي بتتواجد بين فرعاي النيل وعلى فرعاي النيل وتتميز بوجود ممشا لأهل مصر على النيل سواء كان فرع دوميات أو فرع رشيد يمكن الحاجة الوحيدة بقول للناس بطلبها منهم أنهم الحفاظ على نظافة الحديقة والقاء القمامة في الأماكن المقصصة لها والسلات المتواجدة والمنتشرة في كافة الحدائق للمحافظة على النظافة وإحنا متواجدين ونعمل على راحتكم فترة أيام العيد واستمتعوا بالحضائق الرأي بالأنطر الخيرية المهندس أشرف درويش مدير عام الإدارة العامة لرأي أناطر الدلتة احنا بنشكر حضرك شكرا جزيلا وزي ما شفنا جمانة وأحمد جمال مفيش بعد كده في الأنطر الخيرية كل الأسر في جمال محافظات أدعوكم أن تيجوا تزوروا الأنطر الخيرية هتشوفوا تطور كبير وطفرة فعلا حقيقية شهدتها حضائق الأنطر الخيرية وزي ما قال البشمونت لازم نحافظ على هذا الجمال عشر حضائق في الأنطر الخيرية تفتح من الصبح طوال أيام العيد وبعد العيد كمان الدعوة لزيارة هذا الجمال والمحافظة عليه كل سلام طيبين مرة تانية وإليكم زملائي في الستوديو الزميل العزيز أحمد الحسيني من شكرة جزيلا شكر والشكر موصول أيضا لضيفك الكريم